يجري هذه الساعات عن تشكل تحالف من عدد من النواب في البرمان العراقي اسمه تحالف دعم الدولة ومن العنوان واضح هو يفسر نفسه بالأهداف والاتجاهات والواجبات التي يفترض أن يؤدي هذا التحالف بهذا العنوان وهنا لدينا عدد من الأسئلة كنا نتمنى أن يكون أحد الأخوة النواب في هذا التحالف معنا ليجيبنا على هذه الأسئلة لكن معظمهم قال أنا ما أقدر لأنه ممنوع من التصريح خلال هذه الفترة هذا ما نعرف شنو معناه ولكن ما معنى نائب ينظم في تحالف لدعم الدولة في داخل البرلمان هل وهذه من ضمن الأسئلة يحمي الدولة من الاستجوابات أو الملفات التي تظهر على الدولة ومن ثم هل من واجبات النائب ضمن البرنامج ضمن الدستور والنظام الداخلي دعم الدولة أم مراقبة ومسائلة عمل الدولة ومن ثم من هي الحكومة أو الدولة التي يجب أن تدعم الدولة والحكومة الآن هي تمثل من هل تمثل القوى والأحزاب السياسية المشكلة الآن أم هي دولة الناس والشعب والمواطنة حتى نفهم نتفق على دعم الدولة أو لا نتفق نحن مع دعم الدولة ونحن مع تقوية الدولة ونحن مع بناء الدولة لكن هذه الدولة هي دولة أحزاب أم دولة مواطنة بالقياسات والسياقات التي شكلت بها هذه الحكومة هي دولة أحزاب لأنه كل حزب لديه مساحات ولديه تمثيل ولديه وزارة ابتداء من رئيس الوزراء إلى الدرجات الخاصة إذن هنا نسأل هذا الدعم الذي تقوم به الأحزاب هي دعم لمصالحها في الدولة أم دعم لمصالح المواطن في الدولة هذا الذي يجب أن نفهمه الآن نعم نؤمن أنه السيد السوداني يشتغل يقدم خدمات ولكن السوداني ينتزع الفرصة انتزاع لكي يقدم ولو كان السوداني مع هذا الذي نشير له من خدمات الآن يرضى عنها الناس لو ترك له الخيار أو لغيره أن يختار حكومة وكابينة حكومية هو يراها مناسبة دون أن تكون هنا حصة السنة ودون أن تكون هنا حصة الشياء ودون أن تكون هنا حصة الأكراد ماذا يحصل؟ هنا تكون الدولة دولة مواطنة ودولة شعب ويجب أن تدعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر